موسيقى السلام عليكم متابعي المحترمين أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية في هذا الدرس سوف نتناول موضوع الضمير فاعلا الجزء الثاني في الدرس الماضي تعلمنا مجموعة من الضمائر وهي التي تعني أنا ثم ويعني أنت ثم الذي يعني هو وأخيرا الذي يعني هي طبعا الضمير يدل على أن المتكلم مفرد شخص واحد عندما يكون المتكلم مفردا فإنه إذا أراد الحديث عن نفسه يستعمل الضمير جو أنا لكن إذا كان هذا المتحدث معه أشخاص آخر في اللغة العربية لكي يتكلم عن نفسه وعن الأشخاص الذين معه فإنه يستعمل الضمير نحن نحن الضمير نحن في اللغة العربية يقابله في الفرنسية الضمير نو نو ننتبه جيدا لطريقة نطق هذا الضمير نو نلاحظ أن في النهاية هناك حرف اس لكن طبعا لا ننطقه نو أي نحن الضمير الثاني هو ت الذي يعني أنت طبعا نستعمل الضمير ت عندما نوجه الخطاب لشخص واحد عندما يكون المخاطب مفردا فنقول ت أي أنت إذا كان هذا الشخص معه مجموعة أخرى من الأشخاص وأردنا أن نوجه الخطاب له ولهم في نفس الوقت فإننا نستعمل في اللغة العربية الضمير أنتم فالذي يقابله في اللغة الفرنسية ف ف إذن في اللغة الفرنسية عند توجيه الخطاب لمجموعة من الأشخاص فإننا نستعمل الضمير ف رأينا أن الضمير ت نستعمله في اللغة الفرنسية للمخاطب المذكر والمخاطبة إذا كانت في حالة المؤنث بالنسبة للغة العربية فإننا نقول أنت للمخاطب وأنت للمخاطبة أما في اللغة الفرنسية فإننا نقول ت للحالتين معا سواء كان المخاطب مذكر أو مؤنث لنفترض الآن أننا نوجه الخطاب لفتاة سنقول ت تعني أنت إذا كان معها مجموعة من الفتيات فينبغي أن نقول في اللغة العربية أنتن الضمير المناسب لفتاة الجمع المؤنث هو أنتن لكن في اللغة الفرنسية فإننا نستعمل نفس الضمير للجمع المذكر أو المؤنث فنقول فو أي أنتم ونقول فو أيضا أي أنتن إذن ليس هناك اختلاف بين المخاطب الجمع المذكر أو المؤنث بالنسبة للغة الفرنسية من ناحية الضمير المستعمل الضمير إيل الذي يعني هو نستعمله عند الحديث عن شخص مفرد نقول إيل أي هو إذا افترضنا أن هذا الشخص الذي نتحدث عنه معه أشخاص آخر فإننا نستعمل في اللغة العربية الضمير هم هم في اللغة الفرنسية يقابله الضمير إيل أذك إس نلاحظ أنه ينطق تماما مثل إيل الذي يدل على المفرد إذن الضميران معا لهما نفس النطق إيل إيل لكن يختلفان من حيث الكتابة فنضيف حرف أس بالنسبة للضمير الذي يدل على حالة الجمع بالنسبة للضمير آل الذي يعني هي فإننا نستعمله عند الحديث عن فتاة واحدة نقول مثلا هي آل نتحدث عن شخص واحد مؤنث إذا افترضنا أن هذه الفتاة مثلا معها فتيات أخرية الضمير الذي نستعمله في اللغة العربية هو هن ويقابله في اللغة الفرنسية الضمير آل أذك إس أي آل ومعها إس في النهاية نفس الملاحظة بالنسبة للضمير إيل وإيل أذك إس نلاحظها بالنسبة للضمير آل وآل أذك إس فإن آل بالنسبة للمفرد ينطق تماما مثل آل بالنسبة للجمع المؤنث أي أن الاختلاف يكون فقط على مستوى الإملاء حيث نضيف حرف إس للدلالة على الجمع في الضمير هن إذن الضمائر التي تعلمنا في هذا الدرس هي نو والتي تعني نحن ثم فو التي تعني أنتم أو أنتن طبعا في حالة خطاب الجمع المؤنث ثم إيل والتي تعني هم وأخيرا آل والتي تعني هن الضمائر التي تعلمنا الآن في هذا الدرس وفي الدرس السابق هي ج، تو، إيل، آل، نو، فو، إيل، آل ننتبه جيدا لطريقة تموضع الضمائر على الصورة أمامنا نلاحظ أن هناك مجموعة على اليسار وأخرى على اليمين طبعا هذا التموضع له مبررات منطقية سوف نحتاجها عندما نريد أن نتعلم تصريف الأفعال في الدروس القادمة فسوف تلاحظ عزيزي المتابع أننا نعتمد على هذا الوضع الذي أمامنا بالنسبة للضمائر نلاحظ أن الضمائر على اليسار كلها تدل على أن الفاعل مفرد ج، تو، إيل، آل، أنا، أنت، أو أنت، هو، هي نلاحظ في هذه الحالة أن الفاعل مفرد إذن كل هذه الضمائر تدل على أن الفاعل سنجولي، سنجولي، مفرد أما الضمائر على الجهة اليمنى نو، فو، إيل، آباك إس، وإيل آباك إس فهي تدل على أن الفاعل جمع نو، نحن، فو، أنتم، أو أنتن، إيل آباك إس إذن في هذه الحالة نلاحظ أن الفاعل يكون جمع إذن هذا فرق هام جدا بين المجموعة على اليسار والمجموعة على اليمين نلاحظ أن هذا الاختلاف على المستوى العمودي عند وضع الضمائر بالنسبة للمستوى الأفقي نلاحظ أن الضمير الأول ج يدل على المفرد ومقابله في العربية هو أنا طبعا أنا إذا كنت أتحدث عن نفسي أستعمل أنا ج لكن إذا كنت أتحدث عن نفسي ومعي مجموعة من الأفراد فسأستعمل الضمير نو الذي يعني نحن إذن ج جمعه هو نو نفس الشيء بالنسبة للضمير الموالي تي عندما أتحدث مع شخص واحد أستعمل تي أنت بالنسبة لهذا الشخص إذا كنت أريد أن أحدثه علما أن معه أشخاص آخرين فالضمير الذي ينبغي أن أستعمله هو أنتم وهو بلغة الفرنسية إذن تي جمعها هو نفس الشيء بالنسبة للمؤنث طبعا نقول أنت أنتن نفس الشيء بالنسبة لإيل وإيل أذك إس إيل هو في حالة الجمع سنقول هم إيل أذك إس ثم الأمر ذاته ينطبق على الضمير الأخير آل هي في حالة الجمع سنقول آل أذك إس هكذا إذن نلاحظ أن هذا التموضع للضمائر له مبررات منطقية سواء على المستوى العمودي أو على المستوى الأفقي هكذا عزيزي المتابع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نتمنى أن تشاركه مع أصدقائك الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية ختاما وكالعادة نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موافقة